هل ثبت عن رسول الله أنه صام عشر زلحجة؟ رواية مسلم هي الراجحة عندنا رواية مسلم عن سيدة عائشة وهي تقول أنه ما صام العشر الأوائل يعني دول اللي هم التسعة يعني وسمناهم عشر تبركا بيوم العيد لكن الصيام في التسعة لأن العيد لازم تفتر ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط ده أخرجه مسلم لكن في حديث حفصة اللي أخرجه النساء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام والعشر ثلاثة أيام من كل شهر يعني اللي هي اللي بنسميها اللي يالي البيض تلاتاشر ربعتاشر خمستاشر والعشر يبقى العشر اللي هي من زلحجة وقلنا أن احنا سميناها عشر وهي تسعة في الحقيقة لكن قالت والعشر يبقى حفصة بتقول ايه صام وعائشة بتقول ما صامش هل ده مبلغ علم عائشة ومن حفظه حج على من لم يحفظ هو في الحقيقة أن حديث عائشة أسند يعني أكثر صحة في إسناده وأخرجه مسلم أما الحديث الثاني فأخرجه النساء واختيارنا أنه لم يصوم لكن هذه الأيام لها فضل لأن النوع السلام أوصى بها وأنها أفضل أيام السنة وأنها أرجى للقبول إلى آخر الأحاديث فمش معنى أن النبي لم يصوم أنك أنت ما تصومش مش معنى كده لكن السؤال سؤال علمي هو صامها ولا لا طب ما صاماش طب صومها نهى طبعا وامثال ذلك الضحى أوصى النبي بالصلاة الضحى لكنه لم يصلي الضحى قط آبدا فضل يفتشه عن أنه هو صلى الضحى وجدوا أنه هو في وقت الضحى صلى ركعتين في مكة عند الفتح فراحوا في بيت أم هانة راحوا قالوا يبقى هذا صلاة الفتح لما ندخل بلد وننتصر قم نصلي ركعتين لكن دي من صلاة الضحى دي صلاة الفتح يبقى إذا لغاية دلوقتي ما لقيناش أي حاجة أن سيدنا صلى الضحى فأنت ما تصليش بقى الضحى تصلي الضحى ده الضحى لو صليت 12 ركعة كل يوم بني لك قصر ومفجان قصر تاني يعني مش قصر بتاع الأيام دي لا حاجة بقى تانية فخيمة حاجة فخيمة